شدوا الأحزمة واستعدوا لأيام عجاف آتية بهذه الكلمات دعا حاكم مصرف النظام المركزي أديب ميالا شعب سوريا إلى التقشع وذلك بعد فرض دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على دمشق عقوبات وأيام عجاف جاءت بعد غياب حكمة نظام الأسد في حل أمني اعتمد مبدأ الأرض المحرقة ضد مظاهرات الحرية المطالبة بإنهاء عصور ظلام دامت أربعة عقد ما قاله حاكم المصرف السوري وأنا أقول السوري وليس الوطني لأنه لا يخضع أبدا لمعايير الاقتصاد الوطني ولكن يخضع إلى سلطة الأسد يعبر مرة أخرى عن خوف ورعب وخشية هذه السلطة من وصول الاقتصاد السوري إلى حفة الهوية رعب يبدو مبررا فالاقتصاد يعد الركن الأخير الذي يرتكز عليه نظام الأسد رعب يتجلى في عقوبات طالت قطاعات حيوية في الاقتصاد كقطاعي النفط والغاز إضافة إلى عوامل محلية تمثلت في تدهور قطاع السياحة حيث وصلت على سبيل المثال نسب الإشغال في الفنادق إلى أدنى المستويات في موسم يعد من أهم المواسم إرادا للقطاع حال معطوف على قطاع الصناعة بجميع فروعه واقع اقتصادي على شفير الهوية يستدعي سؤالا عن مصادر تمويل النظام خاصة وأن فاتورة عمليات القمع باهظة التكاليف هذه القطوة الأوروبية الأمريكية تمثل ضربة فعلا صاعقة لسلطة بشار الأسد وسوف تؤثر إلى حد كبير على الإرادات المالية هناك جهات مصادر أخرى يمكن أن يستعين بها بشار الأسد في المستقبل وهي بالضرورة المساعدات الإيرانية التي لا تعترف بها السلطة السورية حاليا والتي بلغت حتى الآن بحدود 5 مليارات و800 مليون دولار أنباء نعم مساعدات خارجية للنظام تأتي مع تصريحات أخرى لحاكم مصرف النظام المركزي تفيد بأن احتياطي سوريا من القطع الأجنبية بلغ نحو 18 مليار دولار هو يريد أن يؤكد بأن الاقتصاد السوري لم يهتز بشكل كبير وأعتقد بأنه أطلق مجموعة من المضللات إنجاز التعبير حين قال بأن خزائن البنك المركزي السوري ووضع السوري دائما بين قوسين خسرت فقط 800 مليون دولار وأتصور بأنها خسيرة أكثر من ذلك هو يريد وهميا ونظريا أن يحمي الليرة السورية وأن حققت بعض الصمود إلا أنها تتجه في نهاية المطاف إلى مستقبل لا أظنه مشرقا على الأطلاق عوامل داخلية وأخرى خارجية تجر اقتصاد النظام إلى الانهيار ليكون السؤال عن السر الذي يبقي سعر صرف الليرة السورية مستقرا حتى هذه اللحظة الوهم الاقتصادي التحرك الذي لا يستند إلا إلى آلة إعلامية ما هذه الليرة متجهة حتما إلى منطقة سوداء قاتمة فضيعة في المستقبل ليس البعيد يضاف إلى ذلك بأن الأمور كلها تتجه إلى ما تخشى منه سلطة بشار الأسد وهو عندما تنهار أو تتراجع العملة الوطنية تتزايد احتمالات انطلاق العصيان المدني الذي تخشى منه السلطة في سوريا بشكل كبير جدا معطيات عدة باتجاه انهيار الاقتصاد وانهيار الاقتصاد يزيد من سرعة وصول المتظاهرين إلى مطلبهم الرئيس ألا وهو إسقاط النظام اقتصاديا لن تستطيع الاستمرار لأن كما قلنا العملة الوطنية ستتراجع العقوبات الدولية المتعددة ستضرب عنق السلطة أتصور بأن ما بدأته الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا في كل أنحاء سوريا سينهي الاقتصاد وستتم نهاية النظام عبارة عن توليف إنجاز التعبير عبارة عن كوكتيل إنجاز التعبير بين ثورة شعبية تطلب الحرية واقتصاد منهار مظاهرات الحرية في سوريا تزداد طرديا مع دعوات عصيان مدني لشل حركة الاقتصاد الذي يمول عمليات عسكرية وأمنية ومن بعدها القتل والاعتقال والتهجير حال يقود النظام إلى السقوط وبانحدار شديد خصوصا بعد دعوات التقشف وشد الأحزمة تلك فهل من المعقول أن يقبل شعب سوريا التقشف لتوفير سيولة تدعم عمليات تقمع حريته؟ هذه المظاهرة تأتي لتؤكد بأن لا شرعية لأحد هنا إلا للشعب يا مانا سوريا وخشا بالأسر يا مانا سوريا